ايو انا اللي هجيب ارخص نوع من الطمور وهفطر عليه ما كل واحد على قد الحاف ويمد رجليه والست الشطرة هي اللي بتمشي حياتها على قد ميزانيتها من غير ما تبص اختها جابت ايه او حتى جاريتها ويلا بسرعة هاتي كل الطمر اللي اشترتيه وتعلي نشوف هنعمل بايه لكن قبل ما نبدأ لو اول مرة بتشوفوني هتمنى تشرفوني بالاشتراك في القناة ولو عجبكم الفيديو ما تنسوشوا اللايك وشير مع اصحابكم يلا نسمي الله ونشوف هنجهز الطمر اللي هنفطر عليه طول شهر الرمضان بطرقة سهلة ونضيفة وفي خمس دقيقة بس وهنجهزه ازاي مع بعض انا هشتغل على الطمر المجفف اللي هو ده الطمر الناشف اللي مفوش اي نسبة رطوبة اما انواع الطمر الطرية اللي زي ده فاحنا هنسيبها زي ما هي كده وقت ما نستخدمها هنخرج منها النوع سهلة جدا مش محتاج اي مكهود بامل الطبق الجميل ده واغطيه واسيبه على الصفر وكل ما يخلص باملغ مرة تانية لحد اخر الشهر هو سهل جدا في الاستخدام زي ما قلتلكم نكسر صيامنا بقى على واحدة او ثلاثة ونصلي المغرب وبعد كده بقى نفطر لكن مع ارتفاع الاسعار وظروفنا ممكن ما تسمحش ان احنا نجيب الطمر الطري ده مفيش اي مشكلة هننغيق خلص من حياتنا ونتعامل مع الطمر المجفف وهندخله في وصفات كتير جدا ونعمل منه اجمل المشروبات هجيب الطمر المجفف اللي هو الناشف يعني سمعين الصوت ده بالضبط اللي انا عايزانه وده اللي هاتنا نشتغل عليه النهاردة هجيب فوتا نظيفة اهم حاجة تكون نظيفة والتكهيز ده هنجهزه مرة واحدة خلال الشهر كله هنعمله قبل رمضان وهيكفينا طول الشهر وهجيب بقى الطمر الناشف واخد شوية منه على الفوتا وهنا ههلكم على فكرة الفيديو اللي هتخلينا نكسر كمية كبيرة جدا من الطمر من غير من بعد للدنيا ولا ناخد وقت هجيب ايد الهون او المبط او حتى الشاكوش مش هيفرق معنا خالص اي اداة عندك الغلطة بقى اللي كلنا كنا بنعملها ان احنا بندق على الطمر مباشرة فتلاقيه بيطير مننا في كل مكان لكن دلوقتي بقى تجيب نص الفوتا عليه كده وندق على الفوتا باي اداة عندك لو ما عندكيش مدقة او ايد الهون ممكن اعرقه بباية او شاكوش زي ما قلتلك الفوتا بتحميه ان هو يتفتفت بيتكسر بس مش بيتهري شايفين بقى عندنا الحباية تقريبا متقسمة على 4 مش مهري خالص ولا مفروض وهو ده بالزبط اللي انا عايزاه ومبياخدش وقت خالص واهم حاجة نضافة المكان اللي احنا بنكسر فيه طبعا الحاجات النعمة دي بتبهدل الدنيا لكن في الفوتا بتتجمح كلها وفي الاخر بتنفض الفوتا وتخسليها ما يبقاش فيه اي مشكلة مبياخدش مننا وقت ولا مكوت خالص شايفين اتكسر بالزبط زي ما انا عايزه وهو ده الحجم المزبوط طمر متكسر مش مفروم او مطحوم شايفين والنوا كمان بيطلع معنا بكل سهولة ونقدر نفسره مفيش اي مشكلة اما النعمة دي بقى فبتبضل في الفوتا كده زي ما قلتلكم هاجيب طبق وكل ما نكسر كمية هنفصل الطمر عن النوا النوا بقى بنشوفه بكل سهولة لان واضح جدا قدامنا وحاول بقدر الامكان ما تنسيش نوا جوه الطمر عشان ما تغرمش نفسك بيزياره للدكتور الاسنان ان شاء الله شايفين بيتفصل معنا كل سهولة ازاي على فكرة اللون النوا ده بيأكدلك ان الطمر بتاعك كويس كل ما كان اللونه ابيض كده زي ما انتم شايفين يبقى الطمر اللي عندنا درجة نضيفها كويس هاجيب بولا وجمع فيها النوا اللي منكم نعمل منه وصفات كتير هقولكم عليها اخر الفيديو شايفين لون الطمر ابيض ونضيف جدا من جوه ازاي يعني مش لازم نجيب اغلى انواع التمور عشان نفطر عليها عايز اقولكم ان النوع ده من الطمر مش غالي ابدا اقل من 20 جنيه للكيلو يعني 8 كيلو واحد من الطمر التاني نجيب كمية كفينا طول الشهر دي اول كمية كسرتها فصلت النوع عن الطمر زي ما انتم شايفين كده تعالوا نكسر كمية تانية واقولكم استخدماته ايه وكمان بنستخدمه ازاي هاجيب كمية من الطمر على نفس الفوطة وبنفس الطريقة بنطبق جزء من الفوطة وندق بنستخدمه بقى في ايه في الخشاف بيكون جميل جدا في الطمر باللبن او بالمية او كمان عصير الطمر مع لبن في الخلاط كده ونطحنه يعني في كل الوصفات ما بيقولش لا نستخدمه بقى ازاي بنقض كمية من البلح اللي احنا فصصناها ده ونشطفها كويس جدا الاول وفيه طريقتين لتكهيزه لو هتجاهزيه الصبح حطيه في مية من الحنافية شوية صغرين جدا وبعد كده استخدميه عادي في كل الوصفات بقى سوان هتضيف عليه لبن او عصير مفيش مشكلة ولو اتاخرتي في الوقت وهتجاهزيه اخر النهار هتتسخن شوية مية وتنقعيهم فيه لمدة ساعة بس وبعد كده برضه تتعاملي معاها عادي جدا زي ما شفت بقى كسرت كل الكمية واخرح شوية دول جبت مصفة الخلاط عشان ااخد منهم الجزء الخشن واسيب النعم في المصفة حاول على قد ما تقدر ما تاخدش الجزء ده اللي هو القمعة او التاج بس لو ما شفتش واحدة او اتنين يعني ما تلاقيش لما نجي نشطفه بيعوم على الوش وبرده ونتخلص منه عملي بقى كل الكمية بنفس الطريقة كده شايفين بقى كل النعمة والبوائي كلها استنت فلفوتة ازاي والمكان نضيفه زي الفل ما بادلناش حوالينا وخلصنا كل الكمية في وقت وصير جدا احسن بكتير من انت تعملي كل يوم وتستخدم بقى سكينة او تقود تكسري على جنب كده الواحدة بواحدتها لأ الطريقة دي سهلة جدا اما النواة ده بقى فبيتعمل منه بديل البن بيتحمص كويس جدا وينطحن ويتعمل منه بديل البن هجيب علب التلاجة او برطمان او كيس وكل الكمية اللي انا فصصتها هحطها فيها وبنحطه في دلاب المطبخ عادي جدا ولو الجو حر قوي يعني زيدي عن اللزوم هندخله على رف التلاجة مفيش اي مشكلة بس انا عن نفسي باسيبه في المطبخ بيحصلوش اي حاجة كده بقى جاهز معايا طول الشهر بجيب بقى المعيار اللي انا باخد منه انا عارفة اسرتي بتستخدم قد ايه وبجيب سواء ببولا كوباية الكوباية المعيارية اللي زي دي او حتى بايه دي مش هتقول لا اخدوا الكمية اللي تكفي اسرتي واشطفها كويس وتعامل معاها عادي سواء هعمله باللبن او مع الخشاف مفيش اي مشكلة والخطوة دي بتساهل جدا على ستة البيت خصوصا بقى اللي بتشتغل فتكهيز البلح من الحاجات الاساسية اللي بتعملها قبل رمضان والطريقة دي اسهل وانضف بكتير من اي طرقة تاني وانا متأكدة انها هتعجبكم وكده الفيديو بتاعنا خلص لكن افكارنا واصفاتنا كتيرة وما بتخلص وهي دي كان طريقة التكهيز البلح الناشف لرمضان اتمنى اتجرباها وتعجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لي الفيديو واتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته